ويسعدنا أن يكون معنا في الجزء الأول من نقاشنا من الكويت الأستاذ فايز الكندري المواطن الكويتي والمعتقل السابق في جوانتانامو أستاذ فايز مرحبا بك ومعي من العاصمة الموريتانية أنواق شوط الأستاذ محمد ورد إصلاحي السجين السابق في جوانتانامو أستاذ محمد مرحبا بك ومرحبا بضيفية الكريمين المعاناة الإنسانية نبدأ نقاشنا الآن المعاناة الإنسانية لضحايا جوانتانامو وذويهم ونستهلها من الكويت مع الأستاذ فايز الكندري المواطن الكويتي والمعتقل السابق في جوانتانامو حدثنا أستاذ فايز عن ظروفي وأسباب اعتقالكم وهل كانت جوانتانامو محطة الاعتقال الوحيدة أم سبقتها محطات أخرى كيف كان يتم التعامل معكم في هذا السجن وهل استمرت انتهاكات حقوقكم الأساسية كل هذه الأحواب أولا أشكر قناة الجزيرة على هذه الاستضافة لنسلط الضوء على معاناة إخواننا الذين لا زالوا يعذبون هناك في معتقل جوانتانامو مرحبا بك وفي نفس الوقت أنا فرح جدا ومسرور بأن أرى من شاركني آلام الأسر وعذاباته أخي وحبيبي محمد ولد الصلاحي وهذه فرصة أن أذكر شيئا من هذا العذاب الذي لا زال إخواني في جوانتانامو الآن يعانون أولا على السؤال هناك عدة محطات مررنا بها ليست فقط جوانتانامو هناك معتقل في كابل سجن استخبارات تحت الأرض تديره القوات الأفغانية لكن تحت إدارة CIA وكالة الاستخبارات المركزية ثم نقلنا إلى معسكر باقرام قريبا من العاصمة الأفغانية كابل ثم نقلنا إلى معسكر قندهار ومن ثم نقلنا إلى معتقل جوانتانامو الذي يتكون من سبع معتقلات كل معتقل له طبيعته الخاصة ومن ضمن هذه المعتقلات معتقل الرابع وهو المعتقل الجماعي وهو الذي تسمح الإدارة الأمريكية لوكالات الأمبابة أن يصوروا هذا المعتقل الذي يتمتع بظروف معيشية أفضل من غيره لتغطية العذاب والآلام التي يعانيها المعتقلون في المعسكرات الأخرى أستاذ فايز هذه العذابات وهذا الانتقال من سجن إلى سجن لماذا هذه المراحل ما هي الأسئلة ما هي العذابات ما هي الحالات التي عشتموها كالسجناء من سجن إلى سجن السجن واحد ربما الوجع يختلف والآلام حدثنا كيف تتذكر ذلك الانتقال ما هو السبب هو في الحقيقة الآلام التي عشناها في معتقل باقرام وقندهار متعلقة بظروف المعيشية أما غوانتانامو فهو سجن قائم الذي أسسه كما تعلمون هو عالماء نفس متعاقدان مع وكالة استخبارات المركزية فالهدف منه هو تدمير المعتقل وتحطيمه من الداخل يعني تخيل تخيل عشرون عاما يعانيها المعتقلون في غوانتانامو من غير محاكمات عادلة أكثر من سبع آلاف يوم في ظروف معيشية مأساوية من غير محاكمة والذي تدعي الولايات المتحدة قائلة فالعدالة المتأخرة هي حرمان من العدالة فعشرون عاما تخيل عشرون عاما يعانيها المعتقلون هناك من غير محاكمات بينما أصدر رئيس ترمب مؤخرا عفوا عن ضابط الصف في القوات البحرية القوات الخاصة في البحرية الأمريكية أدوارد جالاقر الذي طعن فتى عراقي حتى الموت بالسكين ودعى محاموء الدفاع بأن هذا الرجل إنما صور هذه الصور الجماعية مع الجثة لبث روح وحدة الصف لبث الحماسة في صفوف وحدته ثم قال القوات بأنه أحرج الولايات المتحدة الأمريكية فحاكموه على الصور ولم يحاكموه على جريمة القتر فتم العفو عنه عفوا أيضا ترمب عفوا رئاسي عن أربعة من بلاك ووتر شركة الأمنية الذين شاركوا في قتل أربعة مسكين بري في العراق في حي النسور سنة ألفين وسبعة بدم بارد قتلوهم وأطلق سراحهم في ذكرى سبع وعشرين مايو اللي هو يوم ذكرى الاحتفال بالجنود الأمريكان الذين قتلوا في حروبهم العبثية في كل أنحاء العالم في هذا يوم أمر الرئيس ترمب بأن تحضر جميع الوثائق لإصدار عفو عن الجنود الذين تورطوا في قتل الأبرياء بينما يعيش هؤلاء الفتية عشرون عاما الفتية الأبرياء لأنه لو كان هناك دليل ضدهم لحكموا في محاكمات عادلة لكن لا يوجد أي محاكمات أكثر من سبع آلاف يوم تخيل في انفرادي أنا جلست في قوانتانمو أربعة عشر سنة خلال أربعة عشر سنة جلست أكثر من أهدعش سنة في انفرادي زنزانة ونصف متر ونصف بمترين بينما لا زال هناك الكثير من إخواني يعانون أشد مما عانيته في معتقل قوانتانمو